انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث نقشت أعمال هذه الجلسة تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية جلسة هامة للبرلمان العربي هي الرابعة في دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث لمناقشة تقارير اللجاد الأربع بالبرلمان الخاصة بالموضوعات على الساحة العربية حيث بدأت الجلسة بتكريم لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي والتأكيد على دور مملكة البحرين في نشر قيم التسامح في المنطقة ثم تلاوى تقارير اللجان والتي جاء على رأسها تقارير الوضع الفلسطيني وما تضمنه من عرض للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين والتأكيد على أن ينال الشعب الفلسطيني حقه في تحديد مصيره البرلمان العربي طبعا في هذا الصداد يدعو جميع الأطراف السودانية إلى التهداء والحوار ووضع مصلحة الشعب السوداني هي أمام الجميع فالبرلمان العربي يدعم استغرار السودان وتم طرح موضوع الغضية الفلسطينية كما تعلمون أن الغضية الفلسطينية دائما حاضرة على جدول أعمال البرلمان العربي ونحن ندعم حقوق الشعب الفلسطيني على رأس إغامة دولة المستغلة وعاصمات في القرص أحب أن أشكر البرلمان العربي على تكريمهم للمركز اليوم وهذا شيء كبير بالنسبة لنا وأنا أشكر مرة ثانية معالي الأستاذ عادل عبد الرحمن العسومي على التكريم وعلى الاهتمام الكبير منه نحن على الدوام نؤمن في أن دور أبناء الأمة ومنبثلهم يحدث فارقا في مصار القضية الوطنية الفلسطينية أطلعناهم على واقع ما يجري في داخل فلسطين ونحن بكل حال أملنا لا يتوقف في أن فلسطين في وجدان كل أبناء الأمة وأن هذا الوطن المحتل من قبل الاحتلال الإسرائيلي على سنوات 75 عام عائدة إلى أهلها كما ناقشت الجلسة تقارير اللجان المختلفة حيث تم التطرق للأزمة الحاصلة في السودان وتأكيد البرلمان على دعواته إلى وقف هذا النزاع مع عدم تدخل في الشؤون الداخلية ودعوة كل الأطراف المعنية لمواصلة جهودها في الوساطة التي تؤدي لعودة الاستقرار للسودان بالإضافة لمناقشة تقارير حقوق الإنسان في المنطقة برلمان العربي يطلع بالقضايا المهمة على الساحة العربية وبالتأكيد كان هناك قرارا واضحا لما يقوم به العراق من عودته إلى المحيط العربي كانت مداولات هامة ومتنوعة شملت جميع المشاريع القرار التي قدمتها اللجان المتخصصة وفي الشأن السياسي لا شك أن ما يحدث في السودان الشقيق قد طغى على مداولات هذه الجلسة عرضنا تقرير اللجنة المتضمن لكثير من التوصيات التي تمت مناقشتها في اليوم السابق في اجتماع اللجنة منها العنف ضد الأطفال ومنها الابتزاز الإلكتروني ومنها أيضا القضايا المتعلقة بالأضرار الطبيعية في الدول العربية كما ناقشت الجلسة بعض القوانين الاسترشادية الخاصة بالأوضاع الاقتصادية الرهنة في المنطقة ومكافحة الجرائم الإلكترونية وأعداد رؤية موحدة لرعاية اللاجئين العرب والعمل على إعادة توطينهم في أوطانهم الأصيلة بالإضافة لاعتماد شهادة الكفاءة الدولية في اللغة العربية